حكاية سندات باندا الصينية لخروج مصر من أزمتها المالية من يجي حوالي شهرين كده الحكومة المصرية أعلنت عن طرح حاجة اسمها سندات باندا الصينية ودي بحوالي 500 مليون دولار ودي سندات بيترحها مصدرين من بر الصين وبيتم باعها بالسوق الصينية بليوان بضمان جزئي لمصر من البنك الافريقي للتنمية بشكل بيساعد على تمويل المبادرات والمشاريع الخضرة لكن الموعد المبدئي لإصدار سندات باندا بليوان الصيني المفروض كان يبدأ في ربع الثالث من عشرين تلاتة وعشرين إلا إنه لحد دلوقتي مفيش أي إجراءات اتخذت على أرض الواقع فيترى إيه أهمية إصدار سندات بليوان وباعها في الصين وهل ده ممكن يساهم في حل أزمة نقص العملة؟ من جام ساعة وزير المالية دكتور محمد معيت طلع وقال إن مصر دلوقتي بتتفاوض على قرد جديد من البنك الأسيوي للبنية التحتية وده ليه بقى؟ أقول لك لأن القرد ده هيتم استخدامه لإصدار ضمان لسندات بليوان الصيني اللي مصر بتشتغل عليها من فترة لكنها متعطلة بسبب إننا معناش نصف مليار دولر دول ولازم يتم سددهم قبل طرح السندات الجديدة لكن الخبر المفرح إن مصر نكحت إنها تحصل على ضمان جزئي لسندات باندا وفي الشهر اللي فات أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان اقتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولر في سوق سندات باندا المعمولة بليوان الصيني ببساطة الأرباح بتاعة السندات دي حتدخل في مشروعات زي النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لكن خلينا نقول إن الطريق مش مفروش بالورد قدام مشروع السندات المقاومة بليوان الصيني بس وزير المالية محمد معيد أعلن إن مصر بتتفاوض مع مؤسسات تمويل دولية لتأمين تمويل بواحد ونصف مليار دولر حتحصل عليهم مصر خلال شهرين على أقصى تأدير يعني لو قدرنا ناخد النصف مليار دول حتتحل المشكلة خاصة بعدما الجنيه المصري يخسر نصف إمتو وارتفاع معدل التضخم خلينا نقول لك عن سندات تاندا وأهميتها المصر وفايدة اقتحام سوق سندات دولي كبير زي الصين إيه أهميته؟ سندات الباندا دي هي سندات صدرة عن جهات إصدار أجنبية مقاومة بليوان الصيني يعني زي بنك كده أجنبي بيتعامل بليوان مش بالدولر المهم بيتم طرحها في السوق المحلية للصين وبتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين وبتصدر السندات بالعملة الصينية وبيتم تداولها في البورصات وفي المتوسط بتتراوح مدة تداول سندات الباندا من سنة العشرة وحجم الإصدارات من 1 ل 4 مليار يوان لكن مصر بتعتزم طرق سندات منها بقيمة 500 مليون دولر زي ما حصل قبل كده مع سندات الساموراي اليابانية إصدار سندات الباندا بتصدرها الشركات المالية وغير المالية وكمان الحكومات بيتم تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ وبيمرسوا نشطهم الرئيسي في الصين طب وليه مصر رايحت بيع سندات في الصين؟ ببساطة الموضوع ده مش أول مرة لأنه اتجهت مصر لأسواء السندات الدولية في فبراير اللي فات وبعت سكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولر لمدة 3 سنين وجد بالطرح الدولي ده طلبات قيمتها 6.1 مليار دولر وتجوزت نسبة تغطيتها بأربع مرات يعني الموضوع مربح والحكومة في مصر بقى عايزة يبقى فيه تنويع لمصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية اللي رفعت من تكلفة الاقتراض عالمياً فعشان كده السندات الصينية دي حل الفترة دي للخروج من الأزمة